ربنا يخلك لخواتك قعد يا اخوية مع اخوتك بقالك 4 ساعات وقعد ما قعد أختي معك لكي احضان اختي يا اختي اقدر لولا زي الفل انا كلنا في عصايا والماشر على العصاية انا اخري عشته معك اخري عشته معي يا بنت يا ده كنت اخدا انا كنت اخدا ربعه كنت اخدا ربع ده مطر باني كنت اخدا ربعه هاي تكامل اه. هاتلين تاني من الرجل. داي حبيب تاخده معا و معا و معا و معا و 50 كيلو زيادة. اهو. و هابعتلك معي حبيبتي كمان 3. 3 افراد اتنين. اتنين. هابعتلك مع امرو انانو. يا صباح الفل يا صباح العسل يا صباح السكر يا صباح الهند يا صباح كل حاجة حالة. نهارت جمعة جمعة مباركة عليكم. ربنا محال دي ايامكم وساعدأه هنة وفرحة. وكلي نفسكم فيه. اي حدي فيه ممكن بيمر بحاجات معينة ممكن عايز اقولها وممكن مش عايز اقولها. فاش عارف انا هقولها اصلا. لأ قلتوا عارفين يعني انا بقعدة سكتة ستة بسباقة بعد اقول. فالنهاردة بالزد انا قلت محتاجة ان انا اعمل حاجة عشان انا محتاجة حاجة تانية جدا. فالنهاردة ابو معا قلت هو خايف الايام. واكتر يعني اعمل اعمل الصالحة فيها تبقى حلوة. فانا نهاردة قلت عامل حاجة كده. صغانطوطة. فهنا نزل نشتيجة حاجة حاجات للحاجات الصغانطوطة كمية الغاز ترجموها عمال ما انا انزل واجه. اللي هيسبق الفيديو ويعرف انا كنت هقول ايه هعرفه. انتو ترجموا دلوقت انا قلت ايه? ونزلوا بسرعة بتنفو الكومنتنت انا قصدها. وراح اعمل ايه? وفيها. ماشوا? تقفى وزير. يلا بي. ننزل بس اشتري بقى حبة حاجات من الحاجات اللي انا عايزاها. بسرعة ونرجع نعمل من الحاجات اللي احنا محتاجينها. يلا بيلا. ماسمي بالله ونستعين بالله كده وايه وبرجلك اليمين وتنزلي ونطلع سوا انا وانتو ونحسوا. انا اشتري شوية حاجات انا ايه يعني لسه مش مخططة التفاصيل والحاجات بالزبط اللي انا عايزاها بس انا هسيبها كده لله همشي اللي هلاقيها هشتريه واللي هو هتيجي ببعضها. يعني ايه المشوار هيجي كده. اول حاجة كده نسمي بالله انا بطلع العربية من الجراش انا بطلعها جواف الجراش. بطلعها كده من الجراش فبرجع بضاهري يعني انا مش راجع لقيا انا برجع بضاهري عشان هو الجراش. وبعدين نطلع عالطريق نسمي بالله كده وننزل نروح السوق نشتري شمات الحاجات. النهاردة الجمعة السوق بيبقى ايش فيه كل يخير ربنا. جدت شوية خضار وشوية اه حاجات. الزحمة معالبتش تصور لكم الحاجة من قدر الناس. الزحمة زحمة يعني. وجدت ما شاء الله عايز اقول لكم. ما شاء الله جدت حتة نحمة. يعني ايه? فعلا فعلا تستهل اليوم ده. ايه بقت ايه? ان شاء الله. ان شاء الله انا اصمع عالبتش. اللي ينزل السوق ده لقه زحمة موت. وكل الحاجات حلوة فيه وكل الحاجات اللي انت عايزها تلاقيه. الحمد لله. بنا هين ونتكرى على الله. وروح نجيب بقى ايه? وحبيت حاجات تانية حياة طبرة. عايز زخني لسه طلع من فرن. هقول لكم هعمل بقية بس اجيب موز. خاصة موزز. بتحتيت علب وحتي الجوز وعيش. هقولوكو هعمل ايه? بس لما اطلع ايه? ان الحتة اللي انا فيها دي. هقولوكو هعمل ايه? هقولوكو هعمل ايه? نزلت عشان اجيب عيش ليه بقى. انا طبعا نازلة من غرف طور. فضلت خيركو كده يعني ايه? بسم الله اول حاجة. انا هم صلى عنا. بصو جيبت. بصو جيبت ايه بقى? بصو. حاجة الجبنة تلاجة. حاجة الجبنة تلاجة. الغيف عيش كده. اجيب نصه. سخني لسه سخنة اصلت سخنة. بصو. شايفين بيطلع اصلت دخان. عشان ما ايه? ما يعملش ببعضه. عيش سخنة. ميتة مجور. ما فطرتش. ونزلت على طول عشان الحق اليوم مزددري. يا الله ما عم بقى استنى. يعني عشب تقولي انا شو بتكلف الشرع. طب ازبولي لما ترهوحي. ما فطرتش حاجة والله. ما فطرتش حاجة ويا الجبنة التلاجة بتبقى خفيفة الملح جده. بتبقى ملحها خفيفة. بتعمل ايه بقى يا بنتي انا شو هقولكم? انا هدلع كل وقت صبر. ما وانا هدلع نفسي انتو تتدلع. بتعملو زي عاطل تقوم بتعملو اللي انا بعملو. بس المقزة اللي احنا عاملنها. بس اللي انا بعمل ازاي? انا جد لنا حتة ايه? انا قد عينة كده اصغر الدود. والله انا حت بدلع. بشانا بقولوكو دايما انا حت بدلع نفسي. استانتويتش. اهو انا بس عايز اصور لكو جوعكم. من فرفطة فيه حتة العنب بقى. فرفطة فيه حتة العنب بقى. فرفطة فيه حتة العنب بقى كده بقى كده بقى. بس وقى. بسم الله. والله العظيم ما جردتش ريكو. مين فيكو عمرو? يا حبي اكل العنب بالجنة. انا مش من الناس دي. يعني يعني بس انا ايه? جعانة. فالبلادة ما بيكون جعانة. بسم الله. البلادة ما بيكون جعانة يقول ايه حالة? بصوا. والله ايه جامل. انا قلت لجيب. قرصان طعمية سخنين. ومعامل جيبنا في طعمية. كان ايه بقى احلى. بس انا ايه? قلت بلاس زيت بقى. محناش صاحب من النوم ومعايزين نبتدي. عايزين ان العنب هو اللي ايه? بس مش مش كده. كان معنا ده مش تمحك. جامل. جبت اللباء وجبت ايه? مناديل وحابت حياتي وراء لكم المناديل. المناس لسه مفتاح عيني. هل انتوا ولاتكوا اول ما مفتاحوا عينكوا لو يقلوا قدومي؟ هل بان طبيعي؟ قلت يا عمرو شوفت في حياتك اول حد ما يقوم. يقل الدوم؟ نعم عامل الدوم بالسلسة. الدوم بالسلسة؟ ام. خدي قدوم بتعملها. خدي قدوم بتعملها. قدوم عود علي رابلا مش عايزة ضغط شكرا. مش عايزة ضغط الدوم. بس اولاد. انا جبت اللي الضغط دي. تعالوا. جبت اللي الضغط دي. وده كان شوية بصل عندي ايه؟ طلع طرون. جهدلوا الدنيا طبعا من الدنيا دي. وجبت بقى وانا جاية. آآ اللي هو المنادي بتاعت المطبخ. وجبت الضغط دغيرة. يمكن نعمل حاجة حلوة. جبت اللي الضغط دي. وجبت ايه كمان؟ جبت معالك. هظن الروح يا باني. هظن كده الاختبار اللي انا عامله لكم آآ خلاص. وجبت اتنين برطوان سلسل. اتنين برطوان. وجبت حتة الجمنة اقرب كده. جبت حتة الجمنة الثلاجة. وحتة الجمنة مش. مش جبت بقى حاجة اه بقى. جبت ايه بقى? آآ جبت الشطة بص الشطة دين كيلو. بعشرين جنيه. ما عدش يا غالي هلين. وده بلنا وخلتنا بالبنى. جبت دي بعشرين جنيه جبت حوالي ده ربع كيلو. جبتهم دي ساعة ومصب وقالي مروضة. مشي وجبت ده العش. وجبت الموس. الموس ده عسالي. لايكم مستهى خالص. بصو اه. هيكتكل دلوقتي حالا. يعني الموس ده ما ينتعش يوض خمس دقيق كمان. فانا راكم اللي دايز بقى يفلو بسرعة. انا مش عايشيني. انا مش عايز اكم الموس. بس بس هو اه آآ كتير. بس يعني ما يعودش كتير. مالي? دي تماطم اليمان دول رخيصة بس مش حاجة لوحكا. وما تحمف طماطم اليمان دول حدو ابيلكو ان في اليومان اللي عنا فيه الطماطم منzas يتنقيها. يعني ما حزأ غلي بالك ب celebrities يبقى كلها دول. فتركز في الطماطمها يتبقى سليمة منهاش فيها يعني ايه هون. قصوا طماطم تجي بيها سليمة ما يبقاش فيها الاو. عشان اليومان دول طماطم رخيصة بس يتهاى باعت قرب اللذي ده ودهة يعني.قاس فين في stimmt. بتضيفي كنت جابا حتيت عبر. فيتعمل بصغيرة كيلو سبعين جنيه. وجبتي بطاطس اللي هي فيها النقطة الحمراء دي. البطاطس اللي فيها النقطة الحمراء دي هي غالية بعشرين جنيه بس 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 اوة بس بديبتي بحلوة او توية اوة اوة sportанич warriors نغره حمراء كده. انتم ان في لاتفكرها بايزة مش بايزة بي hoger. بديبتي فضل الخيركم اللحمة شروة. يعني ايه شروة يا نشبه? شروة جعلة كان اخر شوية فيكتل مع السيتي جابتهم لدول كلهم بخمسة جنيه. كيلو شوية. والله داخلنا على سنين كيلو. بخمسة جنيه تلفل اخضر. ده بلانت شوية. على شوية شط على كان في الفلية حمرة. بدولت بخمسة جنيه جيتهم مش هاروة كده ايه? ولا ايه? ولا ماشي. وده آآ اللحمة. وهنا مطلعة قبل ما مشو اللحمة. سانية دلوكم معي. والله جاي بحطة اللحمة بصرع اللحمة ينوش الطب. بصوا قديم شاء الله. بصوا قديم شاء الله. بصوا اللحمة عاملها ازاي? قرب كده ولا? ده. بصوا اللحمة. والله يا اولاد حتة اللحمة بصرع النبي من وشي بتاخده. عايز اقول لكم تخف. لو قالنا انا ايه? مطلعها قبل ما مشي. فهي فكرة كده مع نفسها. عشان ليسه تلعة من الفريزر. بتروس حتة اللحمة عاملها ازاي? بس ايه عشان ايه? لسه تلعة من الفريزر فتبقى ايه? كده يا. ازن الجوية واضح. يعني كده. بسم الله كده ايه? بهمتوا ايه? الفزورة اللي انا وقتها لكه بالاول. بصوا يا اولاد. تعالوا بقى اقولكوا عن حاجة. احنا طبعا لما بالبناء ادم مننا. انا تعلمنا كده. احنا كلنا تعلمنا كده مشانا اكيد انتشتر مننا. احنا لما البناء دا بيضيق معاه قوي قوي قوي. اكتر حاجة لما بتضيق وتتخلقي. تقولي طبعا تستغفري لانه ربنا يعني امرنا ان احنا ما نستغفر ربنا بيفرجها علينا. غير الاستغفاره طبعا متعافين طبعا من الحاجات الدنيا انت واشتر مني. لما بتضيق معاك قوي خرجي. اطبخي. اعملي. على قد ما تقدري. يعني انا مش ده عمري في حياتي في حياتي. ما عملت الكمية دي. مش دي اللي انا متعودة عليها. انا ما اعمل تحدي خير ووزع بعرف بعمل كمية. بس هو اللي ربنا قدرنا عليه وحسب الظروف اللي انا فيها. فانتو عارفين انا نفسي احبت حاجاتي. ونفسي احبت حاجاتي. فانا مش هايزة الحاجات دي من بناء ده. يعني انا مش هايزة الحاجة من حد. الحمد لله. ولا نفسي بحاجة من قبية حد. انا نفسي بحاجة بإيه ربنا. فعشان ربنا تعملي كل اللي تقدري تيه. يعني هرى هو بلك انفوك ما تحبون اه يعني انه في قط بانه انه 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 الصدقاء بتدفق خضب الرب. بيه حاجات يبتلي اولي 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 من باب ان انت لما نخرجي حاجة ربنا بيكلم عليكي بيكلمك بيوسع عليكي بيناولكي لنفسك فيه. اللي بتباني اولي عارف ان مسلا انا كنفسي في حابة حاجات. اول حاجة نفسي حققها ودعولي ان ربنا يناول هاي. نفسي خش علينا الايام المباركة اللي داخلها دي. وانا الى الله اقرب. مش هتلاو صراحة كده. انا عارفة ان انا بقى دي فترة مقصة. وبعدين التأسيل انا فيه انا مش لقيله سبب. انا مش لقيل ليه انا بعيدة شوية. ليه انا معادش عندي. ليه معادش عندي الاحساس اللي كان بيبقى موجود عندي. فانا خايفة اخش. العشرة ايام اللي جايين وانا كده. فطلبت من ربنا ان هو ايه عارفة لو انت بنتيجت صانية تقول اللهم يعني ايه? آآ اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب عني يا رب لو في زنب بيني وبينك. حايش ان انا قرب يعني اخوش وكده. ان ده حاجة ان نفس حق. نفس حق. يعني نفس اخوش الشغل وانا كويس. طبعا برضو عارفين ان عالد يومين دون مزجه مش قوي. مش عارفة ما يقولي. والله مش عارفة بها. ممكن يكون الجيبس الدايق خلقه. ممكن يكون تعب. ممكن يكون عندنا بالبلد دي حاجة اسمها نفسي. ممكن يكون نفسي. مش عارفة قوي. فانا قلت على قد الظروف وعلى قد الامكانيات. آآ اعمل حاجة كده واخرجها بنية الفرق. فكلنا كل حد فينا بيتفرق عنده بلاء. عنده ابتلاء. لان كلنا اي بيت في الحياة. اي بيت اي بيت في الحياة احنا مش جايين للدنيا المتاع. هو ربنا قال كده. ربنا قال يعني احنا وخرجناهم في كده. يعني احنا هنشوف متعب. اي حد في ديني عنده مشكلة. اقرب حاجة للمشكلة نبتحليها. مش بتتعطفي. ولا بت يعني لا بالعكس. اكله من خرب بنا. لان انا عملتوا ده كله من خرب بنا مش من شطرة مني يعني. وقلتلكو دايما. بس اكتر حاجة ان انت تتبخي حتى فرخة بول فرخة. هتكلي نصها تبقى تغضي فرخة? تبقى صدر. اعمليه فربة وخرجيه. نية الفرق. والله العظيم بتفرج. واسمعوا مني بتفرج. اه اكيد يعني انتو اكتر مني شطرة واكتر مني اللي تهدمة واكتر مني علامة في الحباب دي. هنبقوا اننا عندي كيلو لحمة دول. قولي خمسة. قولي خمسة وشوية. لان انا جايبة تلاتة برة. قولي عندي اتنين. قولي خمسة وشوية. وندخدهم كده بسطلع عن النبي ونخش اللوانة عليهم. ونعمل على قدهم بقى كلا موجبة. انا معرفش. اول مرة في الحدي بقى شعاركو فقط. هلعدهم كده 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 كده. في الاطباق دي زالة يطلع. هنا مش هولات خضور كده كده مش عايزين مني رهد نفسنا. ونعمل حاجة حال. فيلا نصلمي بالله ونصلى عن نبي. وننحب نبص بقى كده نصلمي بالله ونصلى عن نبي واول حاجة نولع البتاجات شان نلحق نعمل اكل في مسرع وقت. فطبعا كاتلعين مش مزبوطة. انتم ولعت لها كده ولعت الحالة كبيرة حالة الضغط دي طبعا في اي حاجات مندي بتنقذي. هي بتاخد 9 كيلو اللحمة تقريبا. استقماسهم قويان. فالمهم شوحتك تل لحمة وفصان مستكة وفصان حبهان. بوهرات اللحمة الصحيحة بتاعتك. وبعدين قوم حط عليها شوية المياه لما تشوح كده اي تشوحتين. بس انا واللحمة كده بتشوح. هعمل بقى رز ولبن. فاول حاجة كده حط الحالة الكبيرة اللي ولا عليها الرز ولبن. ده كباية ونص رز مخصول. رز مصري. رز مصري مخصول كباية ونص. التلاتة كيلو لبن عليهم كباية ونص. انا بعمل كده بانتي كالطريقة اللي براحتك. اللحمة كده لما بتشوح بننزل عليها المياه بتاعتها. المياه كانت قليلة حطيت شوية مياه. حط بصلاية تماط مياه. ساعات بحط مع اللحمة قرنفلفل كده. حامس غنطول. يعني مش حرارة في الشربة بس بيدي طعم حلو. شباية فلك الاسود وغطت عليها وسبت اللحمة تستوى مع نفسها. الرز ولبن. اول ما الرز تحس ان هو شرب المياه بتاعته. هننزل عليه بالتلاتة كيلو لبن. الكباية يعني كيلو اللبن ليه نص كباية رز. نص كباية رز من الشاي. نص كباية الشاي بتاعتنا. خلاص كده تحس ان الرز استوى معاكي واللبن غلى. تنزيل عليه بقى بالسكر. انا حطيت نص كيل سكر وكان حلاوته مظبوطة. ممكن تزود سكر. بس كان حلاوته مظبوطة. مش محتاج يزيد عن كده. وشوية فانيليا. اتحط شوية كريم شانتيه ضيفي. شوية لبن بودرة ضيفي براحتك. لما تحس ان كله كده تستوى مع بعضه تحط عليه معلقة تين اتنين بالزبط على التلاتة كيلو نشا معلقتها اتنين بس عشان يبقى كريمي. وتسبيها على جنب لما ايه يبرد شوية عشان نحطه في كتبات بلاستيك فلازم يكون بارد. اما الرز بقى اللي انا هطبخوا الرز اللي اوزعوا مع اللحمة هقسموا على حلتين عشان الرز المصري لما بيزكم كده في حلة واحدة ما بيبقاش حلو بقى حتة مع الجنة وحتة مش مستوية ما ما بحبوش. فقوم اسمعها لحلتين. ولعتها الحلة والتانية كمان مولعة عليها. خلاص يعني الاكل ده انا شو الله مش هياخد معاك اي وقت. اعمال ما الرز يستوى تكون انت حضرت الخضار. انا كنت قشرت البصل معايا وشورة البطاطس واحدة الخضار. بس كنت بوريك ان الرز و لبن كريمي اوي اوي اوي. كريمي زيادة عن لزم بجد والله. اللبن كمان كل ما الرز و لبن اهم حاجة فيه ان يكون نوع اللبن حل. لبن لو جاموسي او لبن سمين و لبن دسم هو اللي بيحل الرز و لبن. بيخليك لو محتاجة اضفير ولا كريم ولا كريم شنطي ولا اي حاجة بدام اللبن دسم. هو ما شاء الله لو ما صلى على النبي اللبن يعني جميل كده. قعدت بقى كده زم انتو شايفين ايه اه اغرف كده اطباق الرز و لبن اغرف اطباق الرز و لبن لما عملوا معايا خمسة وعشرون طبق رز و لبن. فمشاء الله كانوا حلوين. وعايز اقول لكم الطبق مش اللي هو الطبق في معلقة. لأ طبق طبق حلوي شاب بقى فردي يعني. وطبعا احلى حاجة بحبها قعر رز اللبن. يعني مين في جزيه بقى? اللي كده بيحبه قعرة حلت رزه لبن. يا حد يصور دي. دي ما تصورش دي. لأ عادي تصور انا بحبه كلها. عملت بقى الخضار كده اشرت البصر جنبي و اشرت البطاطس جنبي. واللو فيه بصرية حتا فيها كده مش بزبطة حتا كده حتا كده نزبطها. هنجيب صانية كبيرة عشان نرز فيها كل الخضار. هنعمل اسرع صانية خضار تنقذك. لو عندك عزومة. لو عايز تعمل حاجات واجباتك يعني انت عايز تعمل واجبات. او عندك عزومة. او حايز تعمل خضار سريع. هو دي اكتر حاجة دايما اقول لكم استعجلة وعايزة تعمل خضار سريع. عملي الوصفة دي. بصل عندك. انا عملت حوالي نصف فيلو بصل. عشان عمل كمية كبيرة. وقطعت كده جدت كم فرن فلفل اغدر. وغسلتهم وقطعتهم. وحتى الفلفل احمر جنبي باخد اللي على قدر حخصة الواجهة. حتت الفلفل اغدر كده وفلفل الاصفر وشوية فلفل حامي كانت نرجيه الحمد لله على فكرة كل الحاجات اللي عدا دي كانت النور قطع فيها دي كده نرجي حطت بقى شوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون وشوية بابريكة وعايز تحط شوية بهرات لحمة حط شوية بهرات لحمة معلقة توم بقى كده عايزة اقولك معلقة التوم بهرست الشطة دي احنا نفرزينها دي برطمان التوم بهرست الشطة كده تقلبيه ببعض وعلى شوية زيت ودعا كده كله بعض وعايز اقولك بيعملك طعم للخضار فوق ما تتخيالي حلوته البصل مش هنقطعه كله حلقات يعني انا بقى اسمر بنتصير بالنص عشان يبقى نص حلقة كده مش حلقة كاملة والتماطم هنقطعها حلقات وعايز تحط كوسة حلقات قطعي جزر حلقات قطعي اللي انت عايز تحطيه كده قطعي انا بقى كان عندي خضار مشكل بس قبل ما نحط الخضار المشكل عشان انا الخضار مشكل عايز احطه على الوش خالص لانه اصلا يعني اخد غلوة المهمة كده محطيت برطمان صلصة لان الصنية ما شاء الله اللي هو مسال العنابي كبيرة كبيرة وخلص قلبنا ده كله على بعض والبصل بالفلفل بالبطاطس هحط بقى على الوش الخضار اللي انا كنت مفرزها معاكوا فاكرين قبل رمضان نافع انا هف في اللي انتو بتعمل بتسموه شربة خضار انا عاملها عشان احطه في صنية الخضار صنية الطولي الحاجات بيبقى حلو جدا جت بقى عشان اكيب شربة اللحمة بعد ما استوى تخفت اشتايا الحالة تتقلب منية تقيلة كمان على الظهري عادت اجيب كده بالكرنيب لما حطيت قيمة مسلا كبايتين او كبايتين ونص شوية شربة كده شربة اللحمة تدي طعم حلو وهناخد الصنية اللي احنا لفاناها عندي اوبشنين يتحطيها على البطاجاز يتحطيها في الفورن انا حطيتها بصراحة بينهم منكم على البطاجاز على العينتين العين اللي ورا والعين اللي قديم والرز طلع معنا استوى بقى مفلفل واللحمة استوى ينتبه بقى تتاكله كله جاهز معادش عند الخضار ياخد كده غلويتين ويسبك ويستوى وايه؟ ونحضر مع بعض الوجبات يا مسهج يا رب ونعمل باقي على ايه على قد الوجبات اللي تتلع معنا وخلص ادي واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 يا ضل بسرعة 19 عشرين 19 عشرين كده هعملوا عشرين انا قلت هعملوا 25 زي الوجبات فحطت ايه ادي كده ايه 24 كده وحطت 25 قلت 24 واحدة هنشوفهم قد الوجبات ولا لا؟ باصطلع عن النبي باصطلع عن النبي لما انا عملتهم تم اكتر زودت كمان اطباق انا كده اعطت اوزع في كل طبق لو هي اللحمة متقطها حتة كبيرة بحط حتة كبيرة. اللحمة متقطعة حتتين بحط حتتين. واخدت لينا احنا كمان اكلنا اخدت ليه وجبة والعلي وجبة والامير وجبة وانانو وجبة. نفس الوجبات اللي احنا وزدعناهم اخدناهم منهم واكلنا وشبعنا. ووجبة كانت مشبعة. ووجبة كانت حلوة واللحمة فيها معها حلوة معقولة وجميلة والرز والخضار وكان الاكل كله حلو. عايز اقول لكم ليه نشوى اللحمة بالذات لان انا قلت لكم دايما بقول لكم عارفة انتم طبعا انفوكم مما تحبون. الناس كلها بتحب اللحمة دي رقم واحد تاني حاجة. ان اللحمة زي ما انا قلت لكم قبل كده طبعا هي غالية يعني شوية عندنا. فمش كل الناس بتجيبها طول الوقت. وطبعا الناس اللي احنا بنستهدفهم في الوجبات التحدي الخير اللي هما بيبقوا. الناس بيت بلدي عندوكوا تحت الكبري. لأ ماشين في الشرع. لأ معرفش ناس على الله في الشرع. ناس كده غلابة يعني كده. فدول اكيد اكيد اللحمة تبقى صعبة عليهم. يعني صعب ان هما يجيبوها. ففي الوقت ده الواحد بيعرف في جيب الحاجة يعني اعرف انت اللي هو. فان اختيار الهدايا. هي دي هدايا انت بتهديها الناس معينين. فلازم تهديهم حاجة يحبوها. وحاجة حالوة. حتى دايما في الاكلة متحطيش بهرات كتير ومتخلوش الاكل مسكر اوي او حر اوي او حدق اوي. توستني ايديك حتى لو هتعمل اكلة عادي بسنة يعني ملحوة خفيف شوية. بس الناس هتحبو. فطلعت اللحمة كلها طبعا انا عادت بها ايه اوزع كده زي انتو شايفين ايه لو هي حتة كبيرة حط حتة لو هي حتتين كده زي على حسب ما ما بيطلع معايا. وده الرئيس بتاع ربنا. لقتي الوجبات كمان زادت كمان واللحمة فاضت قلت يلا باستلطها عنافها كله ايه خير. انا اهم حاجة عندي كان عدد اللحمة. بعد كده الرز والخضار كده كده عارفة ان هما كدير لكن اللحمة كنت عايز اطلع على اللحمة بالعدد. فقعدت نادي على اميري امير تعال بقى اشتال معايا حلة الرز هو بكتر خيره طبعا ربنا يبريك له في عمره وفي صحته قعد هو طبعا ايه يشتال معايا ويعمل معايا الرز ونغرف كده انا هو الرز كده على الوجبة واللحمة. عمال بقى ما عدت عامل كده طبعا حالك هتسخن عليه يقول لي يا مما ارحل اقوله طب سيبها يقول لي لا انا عايز اشتغل معاك عشان اخد معاك استواء. دي احلى حاجة دايما اقولها لكم اللي متفرجش علي قبل كده دايما اقول ولادي ولادك لازم توقفيهم معاك وانت بتوزعي وانت بتعميه تحدي خير وانت بتخرجي لله تعرفيهم حتى دايما يقولك خرجي سر ماشي بس انت ولادك لازم تعرفيهم. انا خرجت كذا وخرجت كذا. ليه ناشوة بتعملي ده سر او في العلن والكلام ده كله لا ده انا شرحته خمسين مرة انت ما تشجع حد وتتاخدي اجر ده بتاخدي اجر اكتر من ان انت اه تعمل حاجات تانية كتير. بصوا بقى عايزة الخضارة عايزة اقولكوا بصوا الخضارة عمل ازاي. كانت رحته بقى فضيعة. ده كان احلى حاجات عملت. كانت تحفة تحفة والله احلى من اللي انا بعمله اصلا في بيتي. يعني انه كنت عامله ببيتي بكنتش هيطلع بالحلوة دي. طبعا عني ربنا يشفيه الدول الصحة ويفك عنه. اشتل بقى الاستانية ده هتبقى تقل على اميرها انها قوم اشتليه من رجلك. مش تعف تقف المدة الطويلة دي وانا قلت انتوا شايفينها سريعة يا مستريعة. ما المغرب اتلاقنا 34 واجبة فالله ما صلى على النبي. 34 واجبة هيقف ياخد كل معلقة معلقة فقال لي لا اسيبها. بصوا الخضار من شاء الله حلو والواجبة جميلة ومشبعة وحلوة. ربنا يتقبلها مننا. ويا رب كده تبقى في مسان حسناتنا وحسناتك وربنا يعننا ويعنك ويفرج علينا. وينول كل واحد اللي نفسي في ويك فيك كربنا ويعننا على ذكره وشكره وحزن عباداته يا رب. عايز اقول لكم بعد مخلصة اصلا التحدي بقى ونزلنا وزعناه. انا معالي ما اخدش او اسرع حاجة نوزعها. ما اخدش التوزيع بتاعنا. التوزيع ما اخدش نص ساعة. ساعة ما اخدهاش يعني. رجحنا كده على طول. ما فيه ساعة كده قلته نوض. كنا قبل المغرب بحاجة بسيطة. قلت نستريحنا. وبعدين عايز اقول لكم اصلا كمان امبيرح. امبيرح. دايما ما قولي امبيرح. امبيرح بقى صنية القرع العسل لانا كنت عملتها اخدتها وروحت عند اخواتها دي. قلت انا ندوقها ساعة كده. كان كلها ساعة مرضيش. كل صنية القرع دي كلها الوحيدنا. كانت كبيرة. هما ولاد اخوات عالي بيحبوها وعالي بيحبها انا اقل. يعني انا اقل حد يحبها. بحب الحلوات وكله يعني بس. لا هما يحبوا الحاجات دي اكتر. فقلت له يلا يا عالي كده خميس. فالنهار ده الوقت كده كنا الجمعة. فتاني يوم بقى قلنا نوزع الوجبات. وكان يوم حلو. من امبيرح للنهار ده حلو ربنا يا رب يحل ايامكم. فعلا بتبقى فرحة. ربنا يدوق هلكو حقيقي. والله والله بتبقى فرحة لا تتخيلوها. وانت واقفة كده بتعملي وولادك بيشاركوك وبيجيبوا وبيعملوا دي فرحة جميلة جميلة. حتى امبير قال لي خلاص النهار ده اقفلت بقى انا الرز ولبن. انا كنت سايب اطباقى الرز ولبن مفتوحة عشان لو دافية شوية تبرد. ونسيت بقى وريكو ويش الرز ولبن كان مكرمش كده زي بتاع المحلات بالضبط بس كان اطعم وانضف واحلى. وكان في بركة. دي جد النهار ده كان يوم في بركة انا كنت متوقعة ان انا نبسي تنكر لكم وانا بقول لنا ديني النهار ده بقول لها انها حاسة ان انا هعمل عشر وجبات خمستاشر وجبة. توقعتش ان هي تبقى عشرين ولا هتبقى تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين وجبة. فدي ما توقعتاش بصراحة. فدي بركة ربنا. حقيقة دي بركة ربنا. يعني سبحان الله بصوا الوجبة عاملة ازاي? طبقى الرز ولبن والوجبة. بصوا. ايه? حت اللحمة وبطاطس والخضار والرز بجد جد مشبعة وجميلة وفيها بركة وحلوة وتعمى. شجعتكم بقى ولا ما شجعتكمش? وعلي كمان بيقولوك حتة لحمة اشتا. عايزة كنت تشجعوا. بالصالحة النبي بالصالحة النبي. انا هموت وعرف انت يسا بتعمل ايه. لا بجد والله. مش عايز اواري حال. لا يفدأ. هاتي الطريقة علي. لا والله. هاتي الطريقة. والله من الملتاري. بتعمل العصير? شربة. شربة ايه? احطها في الوجبة عشان الناس بتبقى نفسات شرب شرب شربة. جد ماغيك. بجد? اه الله. بص انكسة تبقى نفسات شرب شربة. دي كاس بتاعة رمضان. كاس رمضان بتاعة العصير. طب الله فكرة هلو. احلب. والله هلو. بجد? بص انك تبتري علي. بص الشربة. افكرتك بتشرب. لا لا. بص الشربة عاملنا. حين شوية شربة. اه لان اخدين كمية اللحمة كلها. فدي سمين. اه. دي ما بقى اه دي غالبان قاعدة على كبرة ولا الحاجة وشربهم. اه. ورموهم. اه. نشرب شوية شربة كده هم. عشان تسخنك ما مش عارفة اه. اه. انا في دماغ انك مدى في دماغك في الحلف تشربين. ونوشة بعد اه. بس شوية شربة كده اه. اه. نحفز ونطبين. حفز ونطبين بصت كده. اه. شوية شربة صنطبين. الله بقى الفة هنا يا جمار الله قاعدة يا كون. يعني احنا كناش مخططين للتحدي الزورانتول ده بالنسبة اللي بنعمل بيععمل. والله. بس والله اطلع حالو. يعني تصبح رزة ولبن واجبة لحمة ما شاء الله حاجة جميلة اه. انا انا اقولوا. بصوا. سيسيب اللي رب تسيب اللي هي الشربة لالبقتي. بصوا بصوا. والله عايز اقول لك على حاجة. مسلا اي واجبة اي واجبة مسلا اكتر. بيلي لسا مخطط مسلا. بصوا. تعالوا كده يا بلد. بس شوية شربة كده هم. كده همش هيحصل لهم اي حاجة. والمعلقة جوة. بس يا رأيك. بقى امانة. والله يبصى لها شربة كده هم. اقصوا بصوا مش اقضاء الله. والمعلقة جوة هم. عشان احنا احنا مش خبه. وانا اعملهم بقى اتنين وهم تبقى ملوقات. هعمل بقى كلهم تتاخد مينة وطف. فضل. نشرب بقى كوباية الكابتشينو بعد اليوم الجامد ده بس انا هاشربها انا وعلي. خدنا كده كوباية الكابتشينو ودفتلها بقى كلها اللبن وحترب عليها كده حتة نقعد بقى لساعة البغربية سبعين. اصلا قرآن المغرب. ان شاء الله كده مالي المكان كله. قلت كده اخدها كده بالحمد والله الشقة بتاعت زي الفل ونظيفها. وفهم ارتاحة نفسيا وعملت الوجب اللي علي ففرحانة ومبسوطة. حيث ان هو كان حاجة انا كان نفس اعملها من زمان. حتى لو هي بسيطة بس كانت حلوة وربنا قدرني ان انا عملت حاجة حلوة زي دي ففرحانة بها جدا. ايه ده العم السرحان ده? انت بتحب حاجة انت? بتحب بقى. لا 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 ده بتحب. ده قول لها المنظر حالي. بعد اليوم الحلو ده. والحاجة الحلوة اللي احنا عملناها سوا. قلت ايه? اكافأك بايه? الكابتشينو? اه. اكافأك اه? اشتعلم. حلوة كفاك ده اللي بالي. اجاب عجب سك. لو كل انسان يقدر اللي قدامه هتلاقي كل واحد يطلع احلى ما فيه. اه. ليه? عشان فيه تقدير. اه. ان ما عالف انت حتة اللامو بايلة ما فيش تقدير. اه. اه. اجابعك بقى ايه? اه. عشان عملت اه? اه. عشان هني معاك. بفوت وقول لي انا لكافئك عشان انت اللي تعبتي في تحدي الخير النهاردة. نفسي احفزك كلمتين تطلع تقولهم زي بخليه ربنا اللي بيطلعوا عن لدي يقعد يقوله كلام. ان شاء الله نشوة نبدأ من التحدي بخير زيور بس حلو جميع. حلو حدق يعني. فان شاء الله بازن الله بالله كده نفر بنعود شوية على البحر. تقوله كده? تقوله اللي ايه? ان شاء الله يا جماعنا هجب لنشوة. سيب بس الصناعة. اه. اسورة سلوتير وخاتم دهب. اه محبش سلوتير انا عايز دهب قطوة. هتقول لها دهب عشان هتقول له ما هيش معترف باي حاجة اسمها المسورة فصوص. هو الدهب دهب صافية بلاش. اه ما تجيب ليش اه اي حاجاتها فاصة. اه ما الفصوص هتخسر. معيني نسبول هيا جماعة لا اقدر لازورة. انا ولا عرف يا لازورة. انا عرف ان الفصوص ما بنجري ترجعها. انا الوقت احنا ممكن اقول لك كلمة البره عشان. انا انا عندي اللي انت. والله انا ما عندي اللي انت. ده انت احلى حاجة في حياتي. اه. عارف كل الحلوة اللي نشوفه في حياتنا كوم. واللي انت هتشوفه ميني كومتان. والله ايش حزي القلبة حاسس. صح? اه. عارف ان الغدر يجي من رحياتي. اه. ده الطبيعي. شرتان جاملة او. ان شاء الله عليك انت شرتل حلوة عليك ايه نشوف. اه. بقية بقية جديدة. اه. انت شوش تلقة بتاعها يا جماعة. لا. والله هي بتاعها. هلبس حاجة رجالي. انت بتلبس غير رجالي. كلها. انت وكبت شنو بتاعك? عارف انت? اللي هو ايه بقى? يعني ايه? مش هتاع. ده باللبن? ده اقول لبن ايه? دقول. احنا جالينا يا جماعة امبارح اللبن. امبارح اقول امبارح اللبن. انا في حياتنا ما دقولت لبن بالحلوة دي. ده حياتي. جالنا من منصورة. اللبن نفسه سكر. والله هتحس ان انت هحضت فيه سكر. الله. يا دي بنت دسم. حياتي. والله هلو اول. بس كده? الف هلو. يعني انت كنت جاية تاخد اللقطة. لا ولا بصراحة انا كنت جاية الاسدخة. احنا احنا يا جماعة والله اللي انتوا ما تعرفوه. والله اللي انتوا ما تعرفوه ان احنا بنخمس كل حاجة سوا. يعني هو ساعات يعمل كبات شيء بنشوفها سوا. تخيلوا حط الصغارة بنخمسها سوا? اه. احنا هو بيشامش سجال بس انا اللي علمتم. لا والله ربنا يجبنا الشر وميه دي كل واحد. ايش ربنا? امير. بتدعي? يا امير. والله فكرتك بطولة لهم امير. امير. احنا بنخمسها سوا كله. بس برنام شوية. المهمة كانت شو جابالك بتينو. باكت باكت. ايه بتصع? اعجبك قوي? اه. اه. اه بتاعي بقى. انا كنت عايز تدواقوا كلكم. اه ان الحلو ده كله اللي انتوا دوتوه بتاعي انا. فما حدش هيشربوا غيري. حتى بشيطوا بتتفرجوا علي? اه. حدش هشربوا اللي انا. بس وهحنسكم كده اسمها كده? احنسكم. اه هحنسكم واحضغسكم معي كابتشينو. وانتوا ليه? ام اعملوا كابتشينو او اعملوا قهوة انا كان نبسل الشبقة. ام اعمل ليه قهوة? لا اخدوها وانا اعمل ليه. يبا يا عزب اعملوا كابتش اعملوا. يلا سلامة. بس اولاد علي نازل عند اخواته. وقال لي تعالي عودي معي. انا صنيت القرع دي. خلصت. قلت اما خدوهم حتة في طبق ادوق اهلهم. وتاعنا نشوف رأي اعمل. ورايي حنان. انتوا عارفين يعني هما ما يتوسمش. اتعطلهم بقى ايه ده? حتى اطلهم في الطبق بتاعهم. وانو احن ندوق اهلهم. وانتشوف رأيهم. ربنا يستر. ربنا يخليك لخواتك. قعد يا اخي اخواتك بقى لك 4 ساعات. اكيد بتتكلموا على مين خير علي. انا موحشتك جيت تيجب صح? لا انا موحشتش جاءة فيشك. جاءة تيجب. هي جاءة تزبطك بتعاملها مع اخواتك. اه 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 اختي معك ربعه. كنت اخده ربع ده. كنت اخده ربعه هيتكبه. اه. اه. اخده يا حبيبتي اخده معاه ومعاه 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 وخمسين كيلو زيادة. اهو. وهبعتلك معاه حبيبتي كمان ثلاثة. ثلاثة افراط. اتنين. اتنين. هبعتلك معاه امير وينانه. انا جايب اه? محدش يدعوه بقى مش انتو انا جاي اكون جاي اكون الحاقة الحلوة انتعات مين استنين بس هاشرحنك. اشرحنك.انش اشرح لك مصف. اقولهم يا اولاد انشو عندك هاللبن بالهبل وقارع عسلك دي ما بقى عاليك. حلو الاري العسل؟ انا عندي لبن منين انا. معنديش لبن. انا جايب الابن بالهبلش يارك نجرب؟ او انا ربع. او انا بخير او انا بخير او انا بخير او مجيش دعوه. انا مش اتعادة مع اخوكي. مش اتعادة كانت صغيرة كنا كده؟ بجيبت بتعاد أخوكي معاكم من زيتها؟ كان أخويا هنا وكنا عادين شوية كنا عادون مرصرة مع بعدينا ايوة بقى ايوة بقى ولا كان معانا اي عزول يعني انا عزول يا امل طب حتى عيني على القرع اللي انت بتكليه؟ جابة من عند العجوز والخجل لا مش جابة من عند العجوز والله اكتب؟ امي الامر روح يا امل انت خلتين من العجوز كانت انت اللي رجعتي عبيبتي يا امونا تعتم روحة؟ اه حلوة 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 لا اي عادة يا حبيبتي انا عروسة اعمل اي عروسة؟ اغوارك يختي يا امرا يختي يختي بيضة يختي يختي يا امو يختي معاكم من ساعتها مش تبعتوا هل راح يقعد مع تانت ناشو عادة الوحيدة؟ لا دايبات معا عاملين او دا حتى انت يا واطية طول عمري جابت وغطية اخلي انا اخلي لما تخش بيتك تلاقي المنظر دا اكسم بالله انت حرام عليك والله انت حرام عليك اللي عامله فيها دا دي واقفة حدي وقفة الحد دي واقفة حدي وقفة الحد اه؟ ايه ايه عفريتة؟ انت شاهد بنتك؟ ماشي ماشي ندخلها لكوه جعانة وانا ايضا ايه ايه نضرب حواش وافق على طول الله ايه بينا يا جمال بقول انه بعانة يا ما شاء الله يا ما شاء الله اي يا ابني لا لا مش حد انت صالة عالنبي صالة عالنبي انت لا يا ما شاء الله بقعد اضراب تعالي نقعد نضرب والله كنت جعانة بس بعد ما شفتك مدت من الجوع مدت من الجوع بص اللي بعمل هنا ايه بقى اه لماذا شو مطلع لنا ارعاة محترمة انت جبت الاشي اللي انا كنت عاملها؟ اه بس تحرم ارموه والله طلع الاب بتاع اللب اللي بتطلع ينشف وتحمصه بقى كنتها الجمالة انه انت حتى لنا كراكيب ينوي هنا انا قعد بتعمل اللب بلب القرع اه انت تحمل 챙غل باله اه انا اشياء 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 اشياء